ننتقل بقى لخبر آخر وخاص بالنادي الأهلي لكن خلينا نركز على الفريق الأول لكورت القدم اللي بدأ خلاص استعداداته من أمس لمباراة إن شاء الله نهاي أفريقيا وخليني أقول ده يعني يجي بعد ما إلى حد كبير قدرنا أن احنا نتطمن على مسابقة الدوري نسبيا يعني ده في حد ذاته شيء إيجابي أن انت داخل على أفريقيا وانت متطمن على مسابقة الدوري زي ما كنت بقول نسبية احنا حصدنا 9 نقاط من مباريات امبي وطلائع الجيش وسيراميكا حتى هذه اللحظة وده يعني خلينا نقول في العموم برضو أمر مهم جدا أننا بقلنا حوالي 14 مباراة بدون هزيمة عند كلين شيت يعني شباك نظيفة محليا وقريا ده إنجاز كبير على فكرة خلينا كمان نأكد على كلام مارس الكولر عشان يبقى الكلام بمنتهى الصدق والشفافية هو تحدث وانا كلمت على دان برح في تصريحاته الأخيرة أن أداء اللاعبين في مطش سيراميكا تحديدا كان محتاج تحسن شوية يمكن محتاج كمان معالجة لبعض الأخطاء اللي منها إهدار الفرص التهديفية ودي بصراحة حاجة أعتقد كويسة أن احنا نهايلايتت يعني كويسة أن المدير الفني بيجي بيتكلم حتى وإن كان فايز بس بيتكلم على بعض النقاط اللي عنده السلبية وبيحذر اللعيبة بتاعته أن دي لو تم تكرارها في مباراة اللي هي مع الوداد مش هيصبح فيه أمل أو مش هقول مش فيه أمل حيبقى فيه خطورة حيبقى فيه ألأ فإحنا أكيد مش عايزين أبدا أن ده يتم وإحنا عارفين بالمناسبة أن ده عمره ما حيتم من تاني النادي الأهلي في المطشات الكبيرة يعني مش بس بيبقى عظيم لا بيقدي أفضل ما عنده فإحنا مش قلقنين على النادي الأهلي أكيد أمام الوداد المغربي مع صعوبة المباراة دهبا وإيابا إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا عندنا ثقة في الجهاز الفني فمعالجة كمان كافة السلبيات وكمان كلنا ثقة كبيرة في روح وأداء لعبينا في هذا اللقاء كل التوفيق أحنا نتكلم زي بكتبوا لحضراتكم في التفصيل يعني بالتفصيل في الفقرات الحوارية اللي معنا